موسيقى حرائق فيضانات تصحر وكوارث بيئية متوالية حول العالم نتائج حذر منها العلماء وأجمع معظمهم على خطورتها وتأثيرها على حياتنا اليومية أحدث التقارير الدولية تشير إلى ارتفاع منسوب البحار أكثر من ثلاثة سنتمترات خلال العقد الماضي وتقلص مساحات الجليد أكثر من ثمانمائة ألف كيلومتر مربع ولا يزال الإنسان ينتج كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون إن كان من خلال المنتجات الصناعية أو استخدامه للطاقة الكهربائية إضافة إلى الانبعاثات من الآليات المتحركة كالسيارات والطائرات موسيقى لكن كيف يؤثر التغير المناخي على حياتنا؟ ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى شح الموارد المائية أمر يهدد المحاصيل الزراعية والتنوع البيئي تراجع كبير في هطل الأمطار يؤدي إلى فترات جفاف أطول ونقص في دخل المزارعين ارتفاع منسوب المياه في البحار يهدد الأنهر والمدن الساحلية والجزر صور السيول في المملكة العربية السعودية العام الماضي أثرت جدلاً واسعاً حول التغير المناخي في عالمنا العربي إذ أن غزارة الأمطار هذه لم تشهدها المملكة منذ أكثر من عشرين عاماً تبعتها مشاهد موجات الحر في العراق حيث وصلت درجة الحرارة إلى 53 درجة مئوية في الظل وفيما تتباين نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم يقول العلماء إن العالم العربي يبقى من أكثر المتضررين بتبعات التغير المناخي فشح الموارد المائية في المنطقة ودرجات الحرارة المرتفعة أصلاً تزيد الوضع تعقيداً تعاني دول شرق بحر الأبيض المتوسط من فترات جفاف طويلة تتأثر فيها حالياً كل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتبرز ثنتا عشرة دولة عربية على لائحة أكثر دول العالم التي تعاني من شح في الموارد المائية وحسب تقديرات عدة منظمات فإنه بحلول عام 2015 ستتراجع معدلات مخزون المياه في العالم العربي لتصل إلى أقل من 500 متر مكعب للفرد الواحد في العام رقم متدن مقارنة بمعدل الاستهلاك الدولي للفرد الذي يصل إلى 6000 متر مكعب للفرد في العام نقوس الخطر الذي يطلقه العلماء سيقرع بواتيرة أعلى حيث تشير التقديرات إلى ازدياد عدد سكان العالم العربي ليصل إلى 600 مليون نسمة بحلول عام 2050 وفي منطقة تتخبط بأزمة أمنية وسياسية واقتصادية لا تحظى القوانين البيئية بالكثير من الاهتمام رغم أن عددا من المؤسسات الدولية أشادت بكل من تونس والأردن وعمان لتبني هذه الدول سياسات بيئية تضاهي سياسات الدول المتقدمة آخر استطلاعات الرأي تظهر أن 80% من سكان العالم العربي يدركون خطورة التغير المناخي لكن ورغم ذلك هناك تشكيك من عدة دول حول ما إذا كان الإنسان هو المسؤول عن هذه التغييرات وبغض النظر عن تعدد النظريات العلمية فإن ارتفاع درجات الحرارة في كوكبنا بات أمرا واضحا لا جدال عليه ارتفاع يهدد اقتصاديات الدول الفقيرة في المقام الأول وينظر بكوارث لا يبدو أن كثيرا من الدول العربية مستعد لمواجهتها